الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البكار يؤكد دعم مصر لعملية السلام بجنوب السودان بدء وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة في السبع مساء اليوم وحتى السادس صباحا لأسبوعين وزيرة بدء وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة في السبع مساء وحتى السادس صباحا لمدة اسبوعين الخامسة مساء بتوقيت القاهرة موجز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الجنوب السوداني سلفاكر وخلال الاتصال عرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن تقديره تجاه دور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الأوضاع في جنوب السودان مثمنا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية مؤكدا حرص جنوب السودان على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة ومن جانبه رحب الرئيس السيسي بالتوافق الذي تم مؤخرا بين الرئيس الفكير وزعيم المعارضة رياكم شار لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقرارات اتفاق السلام ومؤكدا سيادته أهمية العمل من قبل كافة الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق كما أكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عمليات السلام بها يبدأ اليوم ولمدة أسبوعين من تاريخه بدء فرض حظر التجوال في مصر وذلك من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من مساء اليوم التالي والتي تتضمن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وإيقاف كافة وسائل النقر العام والخاص في الفترة نفسها وهلق كافة المحل التجارية والحرفية من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت وتعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة كذلك مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ومد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين وتطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وقال الدكتور مصطفى بدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجري اتخاذها إذا تدهور الأمر وأكد رئيس الوزراء أيضا أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من أربعة ألاف جنيها وتصل للحبس أو كلا العقوبتين معا أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالا زايد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أربعمائة واثنتين وأربعين حالة بعد تسجيل أربعين إصابة جديدة اليوم فيما بلغت حالات الشفاء ثلاثا وتسعين حالة وأوضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفية الذي عقدتها ووزير الإعلام أسامة هيكل من داخل ديوان عام وزارة الصحة اليوم أن هناك مائة وثلاث عشرة حالة تحولت نتائجها إلى سلبية لافتة إلى أن هناك حالة مصابة واحدة أصابت أربع وخمسين حالة من المخالطين لها في ست محافظة أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة إذا أكل من لا يلتزم بإجراءات الحظر التي فرضت الحكومة بمقتضى قانون الطوارئ مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد لمواجهة الأزمة وأضف هيكل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة الدكتورة هلزايد إنه ليس من مصلحتنا أن تزداد خطورة الأمر ويجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الحكومة التزاما تاما ونتعامل مع الأمر بنوع من الاهتمام والجدية مؤكدا أن الحكومة تؤدي ما عليها وجهزة لكل السيناريوهات ونتمنى أن لا ندخل في المرحلة الثالثة من الإصابات حال تجاوزنا لألف حالة كان هذا مجاز الخامسة مساء من تلفزيون النهار دمتم في رعاية الله إلى بك